بعد ست سنوات على الهجوم على السفارة الأمريكية السابقة في بنغازي الليبية وحرقها بالكامل تكفلت العائلة المالكة بإعادة ترميمها بمبلغ مليون ونصف المليون دولار وهي تطالب اليوم بتعويد مالي من الولايات المتحدة الأمريكية في مدينة بنغازي يعتبر هذا المبنى أشهر من نار على علم لماذا؟ لأنها الفيلا التي كانت تستخدمها الولايات المتحدة كخنصلية لها في بنغازي وقد تم اقتحامها في 11 سبتمبر من العام 2012 من قبل مجموعة متطرفة توفي السفير الأمريكي نتيجة هذا الاقتحام بعد ست سنوات أعاد أصحاب الفيلا بنائها من الخارج والداخل يقودني محمد وصفي الدين البشيري داخل منزلهم فإذا السفير دخل من هنا؟ دخل هنا سكر ببرة دخل على؟ لما دخلوا كان دخان عالي يعني طبق الحريقة الدخان الأسود كانوا طبق عالي لدرجة أن نعفصوا عليه لا نرى الأحداث التي وقعت هنا قبل ست سنوات كانت مخيفة للغاية وبالإضافة للخسائر البشرية كانت هناك خسائر مادية أصحاب الفيلا يقولون أنه لم يتم تعويضهم ماليا عن الخسائر المالية الضخمة التي تكبدوها نتيجة حرق المبنى صار الحرق وما سلموناش البيت أصلا بعد أربع شهور المحجي يستلم أي شيء من هنا وما تلمسوش أي شيء بعد أربع شهور سلمونا البيت وعملنا الصيانة طبعا تكلفة الصيانة اللي هو نحن صيناها بالظبط بالأثاث اللي كان موجود مليون نص دولار اللي هو بالسعر السابق اللي كان موجود كان في أربع شهور يجلما مش مدفوعات يستعيد محمد تفاصيل ذلك اليوم الدامي وكيف قل عدد الحراس المكلفين بحماية القنصلية فجأة تصل بي قريبا هنا موجود كان من ضم للكاتبة 17 براير في أكتاب فقال لي في حركة غريبة حولين الفيلا أنه في سيارات بعلم أنصار الشريعة متوجدين جنب البيت لكن قال لي ما فيش حركة غريبة لعنته يعني ما فيه مندرش أي ري أكشن لأي حركة مثلا كأنه مثلا هم مفروض 20 بوديغارد قل عددهم في منتقل من 3 إلى 4 أيام قبل الهجوم الـ 6 أو 7 و 11 فحاجة غريبة هذه يعني تحط عليها عالم تستفهم كيف يعني عدد البوديغارد يقل فجأة بالعدد هذا تكلفت هذه الأسرة الليبية أكثر من مليون ونصف المليون دولار لإعادة تصليح هذا المبنى وهي تطالب اليوم بالحصول على هذا المبلغ من الولايات المتحدة الأمريكية تقول الأسرة أنه منذ حدوث الهجوم لم يتواصل معهم الأمريكيون لمناقشة تعويضهم عن الأضرار لا يوجد أي ردة فاعلة مثلا نحن سلمهم من البيت وما طلبوا مكان إيجار سلمهم من بيت كبير لكي يجدوا فيه بفرحتهم لكن بعدين سلموا لنا ما تدمروا خارب يعني أكيد أن كل أي شخص بيحصل للموقف هذا بيكون حزين يعني الجرائم التي ارتكبت في هذا المكان والأضرار التي لحقت بالمبنى قامت بها جماعة أنصار الشريعة المرتبطة بالقاعدة وقد هزمت هذه الجماعة وتم طردها من بنغازي من قبل الجيش وكانت العائلة قد رفعت دعوا في محكمة بنغازي في العام 2012 ولكن تم إيقاف القضية مؤقتا بسبب الحرب في البلاد أما الآن وقد انتهت الحرب في شرق ليبيا تريد الأسرة إعادة فتح خضيتها للحصول على تعويض مالي جينان موسى أخبار الآن من مدينة منغازي ليبيا